الفصل الثاني السترات الصفراء تهديد للبرجوازية الحديثة رغم نجاح شارل دي جول نسبيا في تحقيق هدفه المتمثل في تحديث الرأسمالية الفرنسية وزيادة منافستها على المستوى العالمي من خلال خليط من السلطوية السياسية والتدخل واسع المدى في الاقتصاد على حساب بعض المصالح البرجوازية الفردية إلا أنه كان نجاحا له ثمن مزدوج فمن ناحية تشددت معدلات استغلال الطبقة العاملة الفرنسية التي صارت أكثر اغترابا وبؤسا مقارنة مع الطبقة العاملة في بريطانيا وألمانيا ويكفي التذكير بأنه بحلول عام 1966 حصل العمال الصناعيون الفرنسيون على ثاني أسوأ الأجور في دول السوق الأوروبية المشتركة وكانت ساعات عملهم هي الأطول بين دول السوق وكان لسياسات التقشف ذاتها تأثير سلبي على أوضاع الطلاب الجامعيين الذين ارتفعت أعدادهم من 200 ألف إلى 550 ألف بين عام 1960 و 1968 في حين تدهورت كثيرا الأوضاع في جامعاتهم من حيث التسهيلات والإمكانات والزحام وغيرها ومن ناحية أخرى فقد أضعف حكم ديجول السلطوي الأبنية الوسيطة بين السلطة والجماهير مثل الأحزاب والنقابات ووسائل الإعلام ومع تزايد السخط الاجتماعي في ظل غياب هذه الأبنية الوسيطة أو تهميشها فإن القمع صار الأداة الأساسية لتعامل السلطة مع الجماهير بشكل لم يكن يختلف كيفيا عما هو مألوف في بلدان العالم الثالث وهكذا صارت الأجواء ممهدة للانفجار ولفهم السترات الصفراء لا بد من معرفة العوامل المساعدة على التمرد والانتفاضة حيث يشير مفهوم مصطلح ديناميات الجماعة إلى نظام من السلوكيات والعمليات النفسية والاجتماعية التي تحدث داخل مجموعة اجتماعية معينة وتسمى أيضا مجموعات مختلفة كما تسمى دينامية مجموعات متداخلة وعليه تفيد الدراسات السوسيولوجية التي تهتم بديناميات الجماعات والسلطة في فهم سلوكيات صنع القرار وتتبع انتشار التحولات التي تعرفها المجتمعات الحديثة مع خلق تقنيات تواصل فعالة بما فيها طرق العلاج ونتيجة للظهور وانتشار أفكار جديدة بفعل توسع الفضاء العام التكنولوجي تحديدا تبقى الديناميات هي جوهر فهم الظاهرة الاجتماعية المعقدة كالعنصرية والتمييز على أساس الجنس وغيرها من أشكال التحيز والتمييز الاجتماعي وعادة ما تدرس هذه المفاهيم في مجالات علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا والعلوم السياسية ويمكن تعريف دينامية الجماعة كمجال دراسة يركز على تطوير المفاهيم حول طبيعة الجماعة والقوانين التي تتحكم في تطورها وعلاقاتها المترابطة مع الأفراد ومع الجماعات الأخرى والمسلمات التي تتعلق بها إن النزعة الاقتصادية السائدة والتي تبيع وتشتري في كرامة الناس في المعسكر الغربي أصبح جليا وتحت مسوغات متنوعة وقاهرة كانت سببا في إعطاء الفرصة لمفكرين ديمقراطيين جدد كي يراجع المادية التاريخية بشكل عقلاني ويقترح بدائل حديثة في فهم التاريخ البشري إن الإنهاك الطويل للإنسان العادي في كل المجتمعات بفعل سيطرت النظام الرأسمالي المتوحش نتيجة الأحمال الثقيلة التي وضعت على كاهل الشعوب قادته أي الإنسان إلى الانفجار والغضب ناقدا مشككا في كل اليقينيات فالإنسان الذي بدأ وجوده المادي يتعرض إلى انتهاكات متتالية وضع وجوده المعنوي على محك التساؤلات وبدأ يوجه إليه الضربات المتوالية إلى درجة استشعر معها أنه مستهدف في كينونيته بعد أن بشرت الثورات الحديثة بهنائه وطمأننته الزائفة لمدة من العقود وهكذا كان لأجيال فرنسية مختلفة أن تنخرض في الحراك التنويري غير منظم بمفهوم الانتماء للتنظيم من أجل المستقبل وتطرح أسئلة عجز كثير من الساسة الفرنسيين عن طرحها بل إن الطبقة السياسية الفرنسية أصبحت خجولة أمام الأطروحات المتجذرة لأصحاب السترات الصفراء ما يناقشه أصحاب السترات الصفراء وبشكل علني سواء على شبكة الإنترنت أو على أرض الواقع ويهمسون به من دون خجل أو مغارات من شأنهما الإضرار أكثر بصورة الخطاب الواقعي للنخبة الفرنسية فهل تشكل هذه السترات آمالا جديدة لكل المضطهدين في العالم؟ وهناك توجس وخوف كبير حول فرنسا الرجل المريض لأوروبا فالاقتصاديون ينتقدونها لفقدان الروح التنافسية والمحللون يتحدثون عن سقوطها والدبلوماسيون والجنود يشتكون في صمت حول تراجعها الاستراتيجي والأطباء النفسيون قلقون من ارتفاع التشاؤم وخبراء استطلاعات الرأي يقيسون معدلات اليأس والشباب الفرنسي يهاجر والأجانب الأكثر تشبعا بالفرانكفورية قلقون من تدهور مستوى التعليم فيها وتحت رمزية السدرة الصفراء والمعدة أصلا لتنبيه السائقين إلى من يلبسها تحت ظلمة الليل خارج المحتجون من كل الضواحي وكأنهم يقولون ها نحن نلبسها هل من منتبه؟ معلنين بذلك على أن عصر الصمت قد انتهى وفرنسا التي تحمل على ألوان راياتها ثالوث المساوات الإخاء الحرية لم تعد الآن سوى مطحنة عظمى تدير رحاها حكومة الرئيس ماكرون وتسحق المهمشين تحت طموحاتها المالية والسياسية والاجتماعية كشفت السدرات الصفراء عن زيف التمثيل الانتخابي والديمقراطية الغربية حيث جاءت حركة السدرات الصفراء لتعبر عن أزمة اجتماعية وسياسية من ناحية قلة أو العدام الثقة بالمؤسسات التمثيلية من أحزاب أو نقابات أو من خلال المؤسسات المنتخبة وما أدى إلى التفاقم وحصول تباعد كبير بين الرئيس ماكرون والشعب الفرنسي ومن هنا بدأ بمحاولات الترميم في تغيير بعض أسلوبه ومعض سياسته وقد اعتبر بعض السدرات الصفراء ذلك قليلا مع النقص في الجواب السياسي بما لا يلبي مطالبهم ووفقا لأرنو مارسيو فإن خطاب ماكرون كان عبارة عن المخطط العام المتعلق فقط بالقوانين والتنظيمات المستقبلية هذا وقد تناولت صحف عربية عديدة تداعيات احتجاجات السدرات الصفراء المناهضة للحكومة في فرنسا على مستقبل الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون وفقا لمقال لعبد العليم محمود وفي صحيفة الأهرام المصرية فإن الأزمة الحالية ما يتزال قائمة ومفتوحة على احتمالات عديدة وأسئلة كبرى في الحياة السياسية الفرنسية من بينها أن تتماثل نتائجها مع مظاهرات ماي 1968 التي أفضت إلى استقالة ذي جول رغم الفارق بين ماكرون وبينه ورغم تراجع الحكومة عن قراراتها فإن الضرر قد لحق بصورة الرئيس وحكومته وأضاف الكاتب أن الشروع في تنفيذ سياسات ماكرون فاق قوة احتمال قطاع كبير من الطبقة المتوسطة والطبقات الشعبية وأن الحكومة لم تهتم بآراء هذه الفئات ولا ممثلها ولم تأخذ في الاعتبار حاجة هذه الفئات المشروعة ليس فحسب لعدم تحمل العبئ الأكبر من تمويل الانتقال البيئي والمناخي لهذه الطبقات بل وأيضا حاجتها للتقدير والاعتبار والاحترام والتفاعل مع مطالبها باعتبارهم يمثلون فرنسا العميقة في الريف والعديد من المدن والمناطق الحضرية من جهاته كتب عبد الرحمن شلقم في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن ما يمكن اعتباره دلالة مركزية في الانتفاضة الفرنسية هو الأثر الذي ستتركه على مستقبل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستتوقف نتائجها على مخرجات سياسات الرئيس المالية وفي صحيفة العربي الجديد اللندنية انتقد محمد المزداوي الحكومة الفرنسية التي تخبط أو تتخبط وتصدر تصريحات متناقضة فرئيسها يصدر مقترحا بتجميد الزيادة في الضرائب في بادرة لإخماد الحراك الاجتماعي ويذهب فيما بعد للدفاع عنه بقوة أمام نواب الأمة وبعد ساعات قليلة يصدر الإليزي فجأة توجيهات مغايرة تتحدث عن الإلغاء وليس تجميد ستة أشهر بما فيه من إهانة لرئيس الحكومة وفي مواجهة بعض ممثلي السترات الصفراء يتحدث وزراء عن إمكانية إعادة الضريبة على الثروة أي ضريبة التضامن وهي من بين مطالب الحراك فيخرج الإليزي لتكذيب الأمر وقد وصفت مارين لوبان زعيمة التجمع الوطني اليمين المتطرف الفرنسي في تغريدة على حسابها على تويتر إيمانويل ماكرون بالرجل المحتال ومفتعل الحرائق وتقاسمت بيانا لحزبها جاء فيه أن الرئيس زعيم عشيرة ومنظر للعولمة وأستاذ وقح يلقن دروسا في الأخلاق ومن جهته لم يتردد جان لوك ميلينشون رئيس الحزب المعارض فرنسا الأبية أقصى اليسار في استخدام لهجة لاذعة لانتقاد رئيس الأغنياء كما يصفه فكتب في تغريدة على تويتر لا أدري لماذا كل ما يقوله إيمانويل ماكرون يقع على الأرض ويتلاشى حتى عندما نفهم ما يقوله نتمنى لو أننا لم نستمع إليه وصرح إيريك كوكريل النائب بالبرلمان من كتلة فرنسا الأبية بقوله فهمنا هذا المساء أي مساء الاثنين أن الشعب غير راض عن ماكرون وماكرون غير راض عن شعبه هناك إذن طرف يجب تنحيته بما أنه لا يمكن حل الشعب فعلينا أن نطرد الرئيس وحسب النائب فابيان روسيل من الحزب الشيوعي والذي كان قد توقع أن يستمر ماكرون في نهجه الإصلاحي فقد صرح بأن هذا الرئيس الذي يعطي دلوسا في الأخلاق سيواصل الإصلاحات الاقتصادية بغض النظر عن تطلعات وغضب الفرنسيين الذين يطمحون فقط إلى العيش الكريم بعيد عن مشاغل الفرنسيين اليومية وجاءت النصيحة من جيوم بالسيه وهو رئيس الكتلة النيابية لحزب الجمهوريين يمين في الجمعية الوطنية الذي نصح ماكرون أن يجنب الفرنسيين في عام 2019 خطاباته الطويلة ويبعد المسؤولين التكنقراط الذين يعملون معه والإصغاء أكثر إلى الشعب الفرنسي وحمايته وبأسلوب مملوء بالسخرية انتقد الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي الفرنسي بوريس فالو خطاب ماكرون قائلا لنفتح نقاشا عاما حول النهج السياسي والاقتصادي الذي قررت اتباعه لكن دون أن نجري أي تعديل على هذا المنهج بعبارة أخرى أراد هذا النائب أن يفسر أن ماكرون رغم اقتراحه للفرنسيين تنظيم نقاشات وحوارات حول مسائل اقتصادية وسياسية هامة فإنه يرفض في نفس الوقت تغيير مواقفه إزاء هذه المسائل هذا وقد أعلن زعيم حزب الجمهوريين المعارض لوران فوكياز أن خطاب ايمانويل ماكرون لم يكن له أي قيمة رئيس الجمهورية قرأ خطابا دون قناعة ودون أن يتفاعل معه فضلا عن أنه كان بعيدا عن المشاغل اليومية التي يعيشها الفرنسيون فيما أضافت لورانس ساييه المتحدثة باسم نفس الحزب أن تمنيات رئيس الجمهورية كانت بمثابة انتقاد لاذع لحصيلته الشخصية فبعدما قدم وعودا متناقضة للفرنسيين راح يهاجمهم ويكسر الأبواب المفتوحة ووفقا للينا كننوش فإن حركة السترات الصفراء تمثل شكلا غير مسبوق من التعبئة تتميز بالاستقلالية والتوجيه الذاتي وبالتنوع الأيديولوجي مما يجعلها تبدو كرد فعل شعبيا تتعالى عن تقسيم يمين ويسار تجاه التوافق النخبوي الذي خلق منذ انتخاب ماكرون رئيسا وترى أنه دون وجود هيكلة سياسية وتوحيد للنضالات مع قطاعات أخرى من الناس من الصعب الوصول إلى أهداف ملموسة في مواجهة تصلب حكومة عارضت منهجيا تلبية جميع أشكال المطالبات فالتاريخ يعيد نفسه فقد شهد عام 1967 والأشهر الأولى من 1968 موجة واسعة من الإضرابات العمالية إلا أن الغالبية العظمى من تلك الإضرابات انتهت بانتصار أصحاب الأعمال بسبب التوسع في استخدام يد القمع الثقيلة من جانب الدولة وعندما انتقلت عدوى النضال من الطبقة العاملة إلى الطلبة كان طبيعيا أن يفكر ديغول في استخدام الأداة نفسها التي أثبتت كفاءتها من قبل مع العمال والمتمثلة في سياسة القمع إلا أن ما فاجأ النظام هو أن الطلاب ردوا على القمع البوليسي بتصعيد النضال والدفاع عن أنفسهم بالمتاريس وصاروا بؤرة جاذبة للعمال الذين أعجبوا بشجاعتهم وسعوا لتقليدهم هذا وقد شهدت السنوات الثلاث السابقة لسنة 1968 احتجاجات ومظاهرات طلابية متفاوتة القوة والتأثير ودارت هذه الاحتجاجات حول قضايا عالمية وأخرى محلية فمن جهة كان الطلاب يعبرون عن رفضهم للحرب الأمريكية في فيتنام ومن جهة أخرى كانوا ساخطين على الطابع المحافظ للمناهج التعليمية كما كانوا يطالبون بحق الإختلاط بين الطلبة والطالبات داخل دار إقامة الطلاب بالجامعة وخلال الشهور الأربعة الأولى من عام 1968 وقعت عدة تحركات طلابية قادها الطلاب اليساريون إلا أنها كانت على نطاق أصغر من مثيلاتها في إيطاليا وألمانيا أو حتى بريطانيا ومع ذلك فإن هذه التحركات كانت كافية لتصدر السلطات قرارها الغبي في الثالث من ماي القاضي بإغلاق جامعة باريس بأكملها وقد أدى هذا القرار إلى اندلاع مظاهرات يومية ووقوع صدامات شديدة مع البوليس وصلت للذروة في العاشر من ماي ففي ذلك اليوم احتل الطلاب الحي اللاتيني وأقاموا المتاريس دفاعا عن أنفسهم أمام اعتداءات البوليس كما انضم إليهم أعداد كبيرة من المرة وعلى إثر ذلك صدر الأمر للبوليس باستخدام أقصى القوة ضد الطلاب وإزاء الشجاعة الكبيرة التي أبداها طلاب باريس في مواجهة القمع الوحشي للبوليس انتشر التعاطف الجماهيري مع الطلاب وقررت الاتحادات النقابية العمالية الثلاثة الدعوة للإضراب لمدة يوم واحد هو الثالث عشر من ماي على أن تصاحب الإضراب مظاهرة جماهيرية في باريس فثورة الآخر تبقى متوقعة ومنتظرة لمن يملك بعد النظر والحنكة السياسية وهي لن تطول فقط المطالب الأولى لها بل تتعداها للمطالبة بتغيير النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويرى البعض أن ما تسعى إليه حركة السترات الصفراء هو القيام بثورة من شأنها إسقاط شرعية النظام المنبثق على الانتخابات الرئاسية الأخيرة وإعادة تنصيب نظام جديد وذلك نتيجة وصول الإخلالات الاجتماعية حدا حرجا لم تعد شرائح اجتماعية عريضة وواسعة تتحمله وأن فجوة بين الطبقة السياسية الحاكمة وعموم الفئات المتضررة من جراء الإصلاحات التي قام بها ماكرون والأهم من هذا تنامي وعي المواطنين الفرنسيين بأن الطبقة السياسية من أحزاب وتنظيمات لم تعد تمثلهم وتقوم بدور الوساطة بينهم وبين السلطة وأن ملاذهم الأخير والأضمن للخروج إلى الشارع والضغط المباشر على الحكم ومؤسساته علما بأن غالبية العظمى للفرنسيين مؤيدون للتظاهرات بنسبة 84% وأوضحت احتجاجات السترات الصفرى حجم الاستياء الشعبي العام ضد سياسات ماكرون الاقتصادية بيد أن أغلب الاحتجاجات السابقة كانت تتميز بالطابع الفئوي وتواجد العمال وموظفي القطاع العام بها بنسبة كبيرة إذ كان يتم تنظيمها من قبل النقابات العمالية التي جمعت مختلف فئات الشعب الفرنسي فيها دون تمييز فئوي أو حزبي وقد أخفق ماكرون في السياسات التقشفية التي اتبعها منذ توليه السلطة في مايي 2017 واعتبر المحتجون أن سياساته تصب في صالح الطبقات الغنية وتزيد من أعباء الطبقات المتوسطة والفقيرة داخل المجتمع الفرنسي وفي دراسة لقرم بعنوان أي أزمة اقتصادية وأي حل يؤكد فيه أن السياسيين باتوا يحددون مواقعهم على الأرض بالنسبة إلى ما يسمى بالعولمة التعبير الغامض كما يراد له وكذلك بالنسبة إلى الحركات المسمات المناهضة للعولمة والمحتجة على الهيمنة المطلقة للأسواق والذي يبشر به أنصار العولمة في كل المجالات الحادة الدائرة حول العولمة فهي تتمركز حول مسائل البيئة ونوعية الحياة من جهة وتلك المتصلة بدور الدولة وحفظ الفضاءات الاقتصادية الوطنية في مواجهة الشركات متعددة بالجنسيات والقوة الساحقة لرأس المال العالمي من جهة أخرى ويضيف الباحث في الحقيقة لا يساعد الغموض الذي يلتبس حاليا النقاشات الفكرية بخصوص العولمة ومنافعها ومساوئها على تركيز النقاش حول واحدة أو أكثر من المسائل الرئيسية كتركز السلطة الاقتصادية وكآليات توزيع المداخل وهي مسائل أساسية وإن إعادة توزيع السلطة الاقتصادية في العالم منذ عشرين عاما خلقت جيشا جديدا من المدافعين عن العولمة وإذا كان جشع الشركات الكبرى هو المسبب الأساسي لارتفاع نسب التلوث البيئي مثل فضائح شركات السيارات وإزالة الغابات لاستخراج الفحم الحجري فإن الفقراء كالعادة هم من يدفعون الثمن فقد اندلعت الثورة الجاكية لأسباب مشابهة فقد كان على الفلاحين أن يدفعوا الضرائب الباهظة لتمويل إعادة بناء ما خربته حرب المئة عام التي خاضها النبلاء وتاريخ فرنسا حافل بمثل هذه الانتفاضات المتمردة على السياسات الضريبية والثائرة ضد السلطة المركزية ومن أهمها انتفاضة الفلاحين التي وقعت سنة 1358 إبان حرب المئة عام ضد إنجلترا والمعروفة بالثورة الجاكية نسبة إلى جاك وهو اللقب الذي كان يطلق على الفلاحين في العصر الوسيط ومنها جاء مصطلح جاكيري الذي يقصد به انتفاضات الفلاحين والقرويين ضد السلطة المركزية كما عرفت فرنسا انتفاضة القبعات الحمراء التي اندلعت سنة 1675 في عهد لويس الرابع عشر وهي بدورها حركة تمرد ضريبيا للمزارعين في منطقة بروتاني كما عانت الطبقة الفقيرة أيضا من استعلاء نخب عصرهم ونعت الجاكية جاء من التعميم الساخر الذي كان الأرستقراطيون يطلقونه على الفلاحين الذين يحملون بنظرهم اسما واحدا هو جاك بما يطمس سمات شخصية للجموع الغفيرة من البشر العاملين فاسم جاك يعني ابن الفئات الدنيا أي العنصري الشعبوي غير المهتم بالتعددية الثقافية وغيرها من القضايا السامية التي تؤرق النخب فقد سبق أن ظهرت إبان الثورة الفرنسية التي اندلعت شرارتها بسبب الزيادة في الضرائب حركة أطلق عليها لسان سان كولوتس والتي تعني الذين لا يرتدون السراويل القصيرة وأطلق عليها هذا الاسم لأن عناصرها كانوا يرتدون سراويل طويلة من قماش خشن مخططة بالطول باللونين الأبيض والأزرق وقبعات حمراء تسمى قبعات الحرية والتي تشير إلى العبيد المحررين في روما القديمة على عكس النبلاء والأرستقراطيين الذين كانوا يرتدون السراويل القصيرة المصنوعة من الحرير والملابس الفاخرة وهنا يؤكد البعض على أنه بالرغم من أن نصب المتاريس هو عادة أصيلة في الاحتجاج المديني إلا أن كثيرا من المعلقين شبه حركة السترات الصفراء بالثورة الجاكية الجاكيري أي ثورة الفلاحين الفرنسيين التي انطلقت عام 1358 ضد طبقة النبلاء إبان حرب المئة عام ويمكننا بالفعل أن نجد عددا من نقاط التشابه بين الحدثين فمن ينتفذ اليوم هي المناطق شبه الريفية والضواحي المهمشة ضد الهيمنة الطبقية والثقافية لنخب المدن الكبرى والمنعطف البيئي الذي يسعى عدد من الحكومات الأوروبية لتحقيقه بالتماهي مع ثقافة الشعور بالذنب ونمط الحياة الأخضر الذي تتبناه الفئات الأكثر حظا على السلم الطبقي ثبت أن أول من يدفع تكاليفه هي الفئات الأفقر في المجتمع بما ينعكس سلبا على حياتها وقدراتها الشرائية وفرص عملها وبعد عقودا من تحطيم حقوق العمل يبدو أن حقوق الاستهلاك للطبقات الدنيا هي ما يؤرق اليوم أخلاقي الخطاب البيئوي فرفع الأسعار لتحقيق الأهداف البيئية لن يؤثر على معدلات استهلاك الفئات العليا بل سيؤثر أولا وأخيرا على الاستهلاك الشعبي الواسع الأقل دخلا عالم يركب فيه العمال السيارات ويطورون فيه خياراتهم الغذائية والاستهلاكية هو من مخلفات دولة الرفاه التي يجب تصفيتها وهي المهمة التي يؤديها رفع أسعار المحروقات والطاقة واللحوم والضرائب السكر بحجج حماية البيئة بما تعزز النرجسية الأخلاقية للنخب الحاكمة وقد اندلعت سنة 1848 في قارة أوروبا ثورات شعبية هائلة أطلق عليها المؤرخون اسم ثورات ربيع الشعوب لأن شعوبها لم تكن راضية عن الوضع العام في ذلك الوقت حيث أصابت الدول الأوروبية في تلك الفترة حالة من الجمود السياسي والاجتماعي بينما مرحلة الثورة الصناعية كانت قد بدأت بالفعل وقد شملت هذه الثورات خمسين بلدا مختلفا دون تنسيق ما بينها فقد انتشرت الثورة في هذه البلاد كما تنتشر النار في الهشيم من فرنسا إلى ألمانيا إلى المجر إلى الدنمارك إلى بولندا حتى أن روح هذه الثورة قد وصلت إلى البرازيل في العالم الجديد وحقق الثور في بداية الأمر نجاحات ساحقة واستطاعوا في معظم الأحوال الإمساكة بزمام الأمور ولكن لم يكد عام 1849 أن ينصرم إلا وقد استعادت قوى النظام القديم والثورة المضادة سلطانها مرة أخرى وتمكنت من بسط نفوذها بالكامل على أرجاء البلاد وكأن أمرا لم يكن وكانت الشعوب الأوروبية رافضة للأوضاع القائمة في ذلك الزمان وفي بداية الثورة الصناعية ظهرت طبقة من رجال الأعمال البرجوازية أصحاب الثروات الضخمة الذين لم يكونوا من النبلاء كما استأثرت الطبقة السياسية الحاكمة بالأمر وقد تزامن ذلك مع بروز أفكار التنوير وبالتالي كان من المستحيل أخلاقيا الدفاع عن النظام الإقطاعي البغيض الذي يقوم على أن سيدا يمتلك الأراضي الواسعة ومن يعيش عليها من فلاحين يقضون طوال حياتهم في دفع الإتاوات والضرائب لصاحب هذه الأرض وفي شهر جانفي من سنة 1848 استطاع الصقليون انتزاع استقلالهم وإعلان دولتهم وفي الشهر التالي قام الفرنسيون بثورتهم وأعلنوا الجمهورية الفرنسية الثانية واختاروا لويس بونابارت ابن أخ نابليون بونابارت حاكما للبلاد وفي شهر مارس قام الألمان الذين كانوا يريدون إنشاء دولة تجمعهم بعمل ثورتهم فتجمعوا في البرلمان في فرانكفورت ليعلنوا عن مشروعهم لوحدة ألمانيا وخلال أسابيع قليلة عمت الثورة في أرجاء البلاد ورضخ جميع الملوك فلم يكن هناك أي وديل آخر سوى قبول طلبات الشعوب وفي مملكة بروسيا هرب قائد الجيش البروسي المتعجرف والذي كان أخا لملك بروسيا خارج البلاد واضطر ملك بروسيا لإعلان موافقته على طلبات الثوار الذين كانوا يطالبون بعمل دستور ينظم الحياة في دولة ملكية دستورية وكذلك كان الحال في النمسا فبعد أيام قليلة من اندلاع الثورة هرب الملك من العاصمة فيينا كما هرب ميترينخ المستشار الحديدي إلى خارج البلاد فلم يكن هناك من سبيل لإقاف هذا الطوفان الشعبي الجارف وكذلك كان الحال في كل من المجر وبولندا والدنمارك وبلاد أتشيك فقد كانت معظم بلاد قارة أوروبا في حالة ثورة باستثناء إنجلترا وروسيا وإسبانيا وبلشيكا والدولة العثمانية إن امتثال الشعوب لقرارات حكامها لا يعني قبولهم لها وإن اختفى الصدام المباشر بين الحاكم والمحكوم أي ذوي ليقات الزرقاء يخوضون صراعهم الطبقي إلا أن فئات أخرى من العمالة غير المستقرة التي فقدت كثيرا من مكتسباتها وحقوقها وتضطر للعمل في ظروف أسوأ وأجور أقل تبرز على الساحة لتوصل صوت الخاسرين من النيوليبرالية أما الإدارة العالمية فأثبتت كثيرا من الأحيان أنها ليست سوى إدارة لفقاعات من المال الزائف تنفجر لتطيح بالمنتجين الحقيقيين وقد تقادمت البرديجما الجديدة مبكرا أمام حقائق العالم المعاصر وعاد الاجتماعي بقوة مبرهنا ربما على مقولة ماركسية عتيقة تاريخ كل المجتمعات لم يكن إلا تاريخ الصراع بين الطبقات الاجتماعية وحتى وإن توصلت الشعوب المنتفضة إلى إحراز بعض المكاسب فإنه من المتوقع أن يرتد عليها أصحاب رؤوس الأموال الذين لن يفرطوا في مكتسباتهم هكذا ولنا خير مثال الثورة الفرنسية حيث لم يستمر الانتصار الثوري طويلا فقبول الملوك لمطالب الثوار إنما كان ذلك فقط لكسب الوقت وتنظيم الصفوف والتخطيط لفعل ما فقد أخذوا في إثارة النعرات القومية عند الأقليات وخصوصا في البلدان التي توجد بها أعراق مختلفة كما هو الحال في المجر كما حافظت القوة العسكرية على ولائها للملوك ورفضت النظام الجديد كما يتحمل الثوار خصطا كبيرا من مسؤولية في فشل ثورتهم حيث كانوا في البداية متوحدين ومجتمعين على نفس الأهداف على الرغم من الاختلاف فيما بينهم في الأيديولوجيا والرؤى إلا أنهم عندما شعروا بانتصارهم في البداية اختلفوا وتناحروا وانقسموا إلى لبراليين ويساريين فخسروا جميعا وأدركوا ذلك في النهاية فعادوا ووحدوا صفوفهم واتفقوا على نفس الأهداف لكن كان ذلك بعد فوات الأوان وفي عام 1849 استعادت أسرة البوربون الحكمة في سقلية مرة أخرى ثم قام لويس بونابارت بالانقلاب على الثورة وأعلن نفسه إمبراطورا جديدا لفرنسا كمنهار الحلم الألماني في توحيد ألمانيا في دولة حديثة ولكن تمت الوحدة بعد ذلك بعد فترة قصيرة ولكن ليس عن طريق أفكار المفكرين والمثقفين ولكن عن طريق بيسمارك مستشار مملكة بروسيا وبسياسة الحديد والنار وانهارت القوات المجرية آخر معاقل الثورة الباقية أمام القوات النمساوية وكأن التاريخ يعيد نفسه فها هي السترات الصفراء تعود مرة أخرى لكن بلون آخر فنحن بصدد ثورة الجياع في عهد العالمة ومما ساهم في مشاعر الاستياء لدى أصحاب السترات الصفراء هو تراجع بعض الخدمات العامة وخصوصا في الأرياف ولفت الخبير السياسي جان إف كامو إلى أن القبول بالضريبة يقوم على مفهوم إعادة التوزيع وهو ينخفض حين تبتعد الخدمات العامة وتقول شباك الأمان ويزداد التفاوت في الثروة وانطلاقا من هنا فإن حركة السترات الصفراء التي نجحت في جمع أكثر من 270 ألف شخص من غير أن يكون لها زعيم سياسي أو نقابي تفتح فصلا جديدا في تاريخ فرنسا الطويل في الاحتجاجات الضريبية بل إنها تذكر في بعض نواحيها بانتفاضة الفلاحين على الزيادات الضريبية أيام الملكية سنة 1358 ووفقا للمؤرخ والأستاذ في معهد العلوم السياسية جان جاريج فإن هناك عزما على الالتفاف على أشكال التعبير التقليدية في الحياة السياسية للإفصاح عن المطالب وهذه القاعدة الشعبية الجديدة تندرج في سياق تقليدا من التمرد العفوي يعود إلى القرون الوسطى وتابع أن ثورات الفلاحين كانت مؤشرا إلى نظام اجتماعي اقتصادي لم يعد من الممكن احتماله وهنا السترات الصفراء هي تعبير عن ضيق اجتماعي ما يجعل من الصعب للغاية إيجاد حل للظاهرة وتبث النظم الرمزية عواطف بسيطة عامة كالغضب والإشمئزاز والخوف التي تمنع أو تحفز الإجراءات الإرادية والشيء المهم هنا أنها لا تحفز النشاط الهادف وبناء عليه فإنه في الحروب أو الثورات الاجتماعية أو الدينية فالنظام الرمزي لن يكون حاسما ولكنه مهم جدا لأنه يشكل المزاج العاطفي للجماهير وعلاوة على ذلك يتم استخدام استراتيجية الهجوم النفسي والذي قد يعتمد عليه بدء العملية وبهذا يصبح الرمز علامة تدل على الحلفاء وتحدد المعارضين كما لو أنها تنقل الجماعة إلى مكان ووقت معين وكما أشار كي اي تشيرمينيخ فقد تم توحد المجتمع الديني أو الإثني أو القومي تحت تأثير اللاعب الخارجي فسيتم التلاعب به لتعزيز التصميم الدلالي للحدث بشكل يعتمد على تحديد أهداف الموضوع وطبيعة السيطرة والتي يمكن أن تكون مباشرة أو معتمدة على عناصر ماء أو غير مباشرة حتى ولو كانت إدارة التلاعب غير مباشرة فإن الجماعة لن تكون مهتمة بظهور عوامل جديدة لتحديد الهوية ورغم تراجع عدد المحتجين إلا أن المتظاهرين مصممون على مواصلة عمليات قطع الطرقات ومحاصرة مستودعات النفط لكن هل يكون للحركة مستقبل سياسي على غرار حركة خمس نجوم الإيطالية التي انطلقت بعد يوم غضب وباتت اليوم في السلطة الذكر انجي جرو من مركز سيفي بوف للأبحاث أنه ليس لدينا اليوم شخصية مثل بيبي جريلو مؤسس حركة خمس نجوم قادر على أن يكون جامعا ليس هناك شخصية معترف بها بما يكفي لتجمع هذه الحركة وتمثلها لدى السلطات العامة مضيفا أن الحركة متنوعة تماما على صعيد التطلعات والطموحات وحتى على مستوى الهويات السياسية يفقا لمجلة سلايت الأمريكية في تقريرها الذي ترجمته عربي 21 فإن هناك تشابها كبيرا بين السلطات الصفراء وأنصار حركة النجوم الخمسة الإيطالية حيث يعد ظهور أصحاب السلطات الصفراء نتاج أزمة تعيشها البلاد من دون شك وتشبه هذه الحركة أحداث ليلة وقوف التي عرفتها فرنسا في فترة سابقة وفي الواقع يشبه أصحاب السلطات الصفراء أنصار الكوميدي والخطيب بيبي جريلو مؤسس حركة النجوم الخمسة الشديدة الشعبوية وعلى الصعيدين الأيديولوجي والتاريخي يتبنى منتخب هذه الحركة الإيطالية حلم زعيم الشيوعية الإيطالية الراحل إنريكو برلينجوير كما يعتبرون ضحايا خيانة العقد الذي وقعه سيلفيو برلسكوني مع إيطاليا وذكرت المجلة بأن الكثيرين من أنصار هذه الحركة الإيطالية هم من ضحايا أزمة سنة 2008 وما ترتب عنها من ركود عرفته البلاد خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين حيث شهدت تلك الفترة ركودا اقتصاديا كبيرا إلى تعميق الهوة مما أدى إلى هشاشة فئات اجتماعية عديدة آنذاك كانت جيل الشاب مجبرا على البقاء في منزل العائلة وكسب ألف يورو شهريا وقد وقع ربط أسباب الركود الاقتصادي بالفشل الذريع للطبقة السياسية الإيطالية في الجمهورية الثانية التي نشأت بعد انهيار الجمهورية الأولى على خلفية الهجمات التي شنها القضاة على برلسكوني وفي استعراض الخريطة السياسية الأوروبية والوضع العام في عام 1848 من وجهة نظر كل من الملوك والحكام الأوروبيين من طرف والشعوب نفسها من الطرف الآخر فمن ناحية الحكام والملوك نجد أن حدوث الثورة الفرنسية الأولى في 1789 قد غير الكثير من الأوضاع القائمة فالفرنسيون قد تمكنوا من إنشاء جمهوريتهم الأولى بعد الإطاحة بالملك وإعدامه إلا أن الثورة الفرنسية قد تعثرت وانتهى بها الحال بعد عشر سنوات بأن قام نابليون بونابرت بتنصيب نفسه إمبراطورا على فرنسا فأصبح لفرنسا إمبراطور بعد أن كان لديها ملك كما أجبر الوضع الجديد الملوك الأوروبيين على القيام ببعض الإصلاحات في ممالكهم خوفا من قيام ثورات مشابهة للثورة الفرنسية في بلادهم ولكن بعد مرور السنوات وهدوء الوضع قليلا حاول الملوك الأوروبيون بشدة طرق إعادة الوضع القديم مرة أخرى ففي سنة 1815 قام حكام روسيا والنمسا وبروسيا بإنشاء ما أطلق عليه اسم الحلف المقدس الذي يهدف إلى إعادة نظم الحكم الشمولي السلطوي الذي كان قائما قبل الثورة الفرنسية مرة أخرى واتفقوا على إبرازي أن حكم هؤلاء الملوك هو حق إلهي لا يمكن منازعته وانضمت فرنسا نفسها إلى هذا التحالف عام 1818 وذلك بهدف إعادة النظام الإقطاعي القديم وتقسيم المجتمع إلى ثلاث طبقات غير متساوية في الحقوق مرة أخرى ومن أبرز الأسر الحاكمة أسرة البوربون في إسبانيا وفي مناطق أخرى من أوروبا كالسقلية وأسرة الهابسبرغ النمساوية التي كانت تحكم النمسا والمجر وأجزاء من ألمانيا وأوروبا الشرقية ثم كانت هناك قوة عسكرية صاعدة لا يستهن بها في برلين في مملكة بروسيا الألمانية وقد اختلفت تحليلات الباحثين حول طريقة تعامل الحكومة الفرنسية تجاه مسألة السترات الصفراء حيث يؤكد البعض على أنها لم تهتم بآراء هذه الفئات ولا ممثلها ولم تأخذ في الاعتبار حاجة هذه الفئات المشروعة ليس فحسب لعدم تحمل العبئ الأكبر من تمويل الانتقال البيئي والمناخي لهذه الطبقات بل وأيضا حاجتها للتقدير والاعتبار والاحترام والتفاعل مع مطالبها باعتبارهم يمثلون فرنسا العميقة في الريف وفي العديد من المدن والمناطق الحضرية ومن جهته كتب عبد الرحمن شلقم في صحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن ما يمكن اعتباره دلالة مركزية في الانتفاضة الفرنسية هو الأثر الذي ستتركه على مستقبل ماكرون في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستتوقف نتائجها على مخرجات سياسات الرئيس المالية وأن تراجع الحكومة الفرنسية عن قراراتها قدم سلاحا للمحتجين الذين لا تربطهم منظومة سياسية أو فكرية اليمين واليسار في تراجع كبير وصارت البلاد مهيئة لإنتاج كيان سياسي جديد الأحلام تتعدد وتتمرد والرقص الحار وسط باريس وخارجها لا تتوقف نيرانه وفعلا لم يطفئ التراجع الحكومي عن الضرائب غضب الفرنسيين الذين باتوا يشعرون بأن فرنسا بدأت تتخلى تدريجيا عن الدور الاجتماعي للدولة لصالح الأبجديات الليبرالية المتوحشة التي تثقل كهل طبقات الوسطى والفقيرة بالضرائب مقابل تخفيف الحمل عن الأثرياء وهو ما يقره الرئيس الفرنسي ماكرون بالتخفيض في الضريبة على الثروة وأن منطلقات التخفيف على ضريبة الثروة تحمل أبعادا اقتصادية تسعى باريس من خلالها إلى كبح مغادرة رجال الأعمال الفرنسيين للبلاد بسبب ارتفاع الضرائب المسلطة عليهم إلا أن ذلك يبدو غير مقنع بالنسبة لأغلبية فرنسية والتي ترى أنها مستهدفة بدرجة أولى من وراء هذه القرارات وبذلك أخذت الحركة الاحتجاجية الفرنسية أبعادا جديدة مضيفة إليها مطالب اجتماعية جديدة فهي لم تعد مرتبطة فقط بالضرائب على مشتقات البترول وهذا ما وضع سياسات الرئيس الفرنسي على المحك بدأت الحركة بالزخمها المستمر وشعبياتها المتزايدة تشبه إلى حد بعيد الحركات الاحتجاجية الأخرى التي عمت عديد الدول مثل إيطاليا وإسبانيا وأمريكا فهي حركة تعبر عن شعور عميق عند الناس بالظلم الاجتماعي فالتفاوت الواسع بين تضخم رأس المال العالمي وفحش غنى الأثرياء ورجال الأعمال ومدراء الشركات الكبيرة كما تذكرون بها قضية كارلوس غوصن رئيس شركة رونو يقابله ضعف بتطور المعاشات عند الطبقات الوسطى والطبقات العامة والمتقاعدين ربما لم يتصور غالبية الفرنسيين أن تندرع ثورة السترات الصفراء ببلادهم وينتفض الشعب الجائع كما انتفض أجداده من قبل في ثورة الجاك وأن تصل حركاتهم الاحتجاجية حدود ما وصلت إليه من تعطيل السير والمواصلات وإحراق للسيارات وسقوط جرحة في صفوف الأمنيين والمحتجين على حد سواء فهناك مجموعة من رموز النظام الفرنسي الشهير وهم أشخاص مؤثرون وممثلون ينتمون لطبقة المثقفين والفرنسيين كان لهم دور كبير وحاسم في الارتقاء الصاروخي لهذا الشاب إيمانويل ماكرون ليصل بشكل مفاجئ ومذهل إلى قصر الإليزي وفي مقارنة ثورة السترات الصفراء بالثورة الجاكية التي لم تمتلك هيكلا تنظيميا واضحا واعتمدت على الهبات العفوية للفلاحين وهو ما يبدو شبيها بحال حركة السترات الصفراء التي لم تبدي حتى الآن هيكل تنظيمية وسياسية واضحة المعالم رغم كل هذا فحراك السترات الصفراء ليس بالتأكيد ثورة فلاحين والأطراف الفرنسية والأوروبية تم تمدينها منذ زمن طويل بل نحن بصدد ظواهر اجتماعية تتم في عالم مدن ونتيجة لتناقضات المدينة ذاتها وبعيدون جدا عن جو الأرياف والفلاحين في العصور الوسطى والتي عززت في مطلع الألفية الحالية التحليلات القائمة على نقض المقولات الاجتماعية لحساب مفاهيم ثقافية وهوياتية بوصفها محاولات لمواكبة العالم الجديد الذي برز مع العولمة وانهيار المنظومة الاشتراكية ولعل مساهمات عالم الاجتماع الفرنسي ألان تورين الواردة في كتابه براديجما جديدة لفهم عالم اليوم هي الأكثر جدية وإثارة للاهتمام في هذا السياق يتحدث تورين عن نهاية المجتمعات بعد حدوث التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية حيث تسود مفاهيم الإدارة وخاصة المالية منها على مقولات الانتاج والعمل التي عرفها المجتمع الصناعي التقليدي ما يجعل الاعتماد على مصطلحات اجتماعية مثل الطبقة والصراع الطبقي وعلاقات الانتاج قاصرا ووفقا لألان تورين فقد انتقل ميدان الصراع من المجال الطبقي الوطني إلى مجالات الإدارة العالمية التي تعني الكائن الإنساني عموما وهنا تبرز قضايا مثل البيئة والنوع الجنسي والفردية والحقوق الإثنية ويصبح للثقافة الدور الأساسي في تحديد الشرط الإنساني مما يجعل من الصعب علينا أن نعرف أنفسنا بمقولات اجتماعية ويجبرنا على تبني نماذج فكرية جديدة ويراهن تورين على الذات الفاعلة بوصفها أحد أكثر العوامل أهمية في عالم اليوم والمرتكز الأساسي لمقاومة الهيمنة والتعسف فهي قادرة من خلال محاولاتها لاكتشاف نفسها وسعيها نحو الاعتراف بها وبحقوقها الثقافية إلى التصدي للإملاءات الجماعية والسلطوية فالعولمة هي ديناميكية اجتماعية وحركة مزدوجة تنجم عن تفاعل بين عوامل بعضها موضوعي من دون أدنى شك لا ينبع من فعل الإرادة والوعي وعوامل أخرى ذاتية تابعة للإرادة والوعي فهي في جانب من جوانبها نتيجة لسياسات وإرادات الجماعات والأفراد والنخب والحكومات وبرلمانات الدول التي وافقت ووقعت على القوانين والاتفاقيات التي تلغي الحدود وتحرر حركة السلع والخدمات ورؤوس الأموال في الأسواق العالمية والتي وظفت هذا التطور الموضوعي لخدمة مصالحها وضمان سيطرتها أو تحسين مواقعها أو تكريس هيمنتها وسيادتها وقد ساهمت البطالة التي انتشرت في صفوف الشعب الفرنسي بشبابه وكهوله وشيوخه في كشف حقيقة تخلي الحكومة عن وعودها وخاصة ضمان التشغيل للجميع وفقا لتنبؤات الخبير الاقتصادي والمفكر والمسؤول الفرنسي جاك أتالي عضو بمجلس الدولة والمستشار الخاص للرئيس الأسبق فرانسوا ميتران وهو أول رئيسا للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير في عام 1991 وهو كذلك رئيس لجنة تحرير النمو الفرنسية في سنة 2008 يقود أتالي وشركاه مجموعة استثمارية وهو رئيس تحرير مجلة الإكسبريس الفرنسية الأسبوعية فإنما يشهده العالم معد مسبقا وبدقة لتغيير ملامح وحدود العالم التي رسمت منذ قرن من الزمان ويذهب لأبعد من ذلك بترجيح فرضية اندلاع حرب عالمية ثالثة وتوقع أتالي خروج الشعب الفرنسي في شهر ماي 2017 في ثورة قد تكون عارمة إن لم يتم تغيير شامل في النظام الفرنسي هذا التغيير من شأنه تحقيق ديمقراطية يرتضي بها الشعب خاصة أن الحقبة الرئاسية للاشتراكيين بقيادة فرانسوا أولاند أوشكت على الانتهاء دون تحقيق أغلب الوعود الانتخابية وأهمها تحسين مستوى معيشة الفرد والقضاء على البطالة وأشار أتالي إلى أن الفرنسيين سائموا اقتصار تولي السلطة ولأعوام طويلة على اليسار للاشتراكيين أو اليمين الجمهوري للديغوليين دون تحسن ملموس لأحوالهم في ظل تزايد تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتوقع أيضا استفحال ظاهرة سفر الشباب الفرنسي إلى سوريا للانضمام للتنظيمات الإرهابية كرد فعلا على المشاكل الداخلية والتعامل غير الفعال مع الإرهاب حذر من أن ثمة هجمات إرهابية أخرى ينتظرها العالم قد تفوق الخيال وهي متوقعة في جميع البلدان وبدون استثناء كما حذر من تفاقم الصراع الدائر في سوريا والعراق وليبيا واليمن وأوكرانيا كما توقع أتالي اندلاع اشتباكات أخرى يكون مسرحها بحر الصين والهند وأفريقيا يمكنها من الانزلاق إلى حرب عالمية ثالثة قد تكون دينية أو علمانية أو ذات صلة بمصادر الطاقة وأشار إلى أن الصراعات والحروب بأنواعها ما هي إلا أقنعة لتغطية التنافس العنيف حول المصالح الاقتصادية الحيوية للدول العظمى وتظل في مجملها حروبا بالوكالة وجاك أتالي إضافة إلى أنه أكبر مستشاري الرئيس الفرنسي فرانسواميتران فقد شغل منصب رئيس البنك الأوروبي للتنمية في التسعينيات وهو صاحب عشرة كتب حول الاقتصاد العالمي وعلاقة الاقتصاد بالتحولات الجغرى استراتيجية وهو المحلل المتابع لأحداث العالم ومضاعفاتها على المجتمعات والدول والاستشراف الآخر للمفكر الفرنسي يتعلق بتفكك مستمر للاتحاد الأوروبي حسب البوادر المؤكدة لسنة 2015 بالتراجع عن منظومة شينغن وابتعاد بريطانيا عن الاتحاد والاختلافات الجوهرية بين الأعضاء المؤسسين حول إدارة ملف الهجرة من الجنوب وقوانين التصدي للإرهاب الذي ضرب بلدان أوروبية وفرنسا بالذات وبدأت بالفعل تراجعات عن العملة الموحدة اليورو والشروع في إقامة حدود شائكة ومكهربة بين الدول الأوروبية مما يعزز الاعتقاد بانهيار الثقة بين الحلفاء أعضاء الاتحاد الأوروبي وانتهاج كل منهم سبيلا منفردا لحماية حدوده التقليدية ما قبل الاتحاد وبالتالي نحن بصدد سقوط المعاهدات الأوروبية المتعاقبة تدريجيا والالتفاف عليها دون الرجوع إلى مثاق الاتحاد ولا إلى التزامات الدول الأعضاء وقد لعبت الأزمات المالية دورا كبيرا خلق الأزمات السياسية في العالم فكانت كارثة 2016 أعمق وأشمل لأنها انطلقت من إفلاس مؤسسات قوية مثل إفلاس صندوق الشارع الثالث بنيويورك بسبب عدم التوازن فيما يسمى منظومة بنوك الظل وهذه العوامل عملت على الإسراع بحدوث كارثة انهيار حقيقيا للنظام النقدي العالمي واتساع رقعة المضاربات التي بدأت بتخفيض مبرمج لأسعار برميل النفط بقصد الضغط على الدول المنتجة وإجبارها على اتباع سياسات تحددها القوى العظمى في رسم ملامح نظام عالمي جديد يخدم وبصفة خاصة القوتين العظميين الأمريكية والروسية دون المساس بمصالح الصين وعن الاتحاد الأوروبي يرى أتالي أن إجراء استفتاء شعبي حول خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي على غرار ما تم في بريطانيا غير ذي جدوى لأن فرنسا لديها نظام برلماني يعبر عن رأي الأغلبية من الشعب وأن مثل هذا الاستفتاء سيتسبب في مشكلة ضخمة للبلاد ويؤكد أتالي أن وجود فرنسا بداخل الكيان الأوروبي أمر مهم وضروري وله امتيازات لمصلحة البلاد وسبق للمسؤول النوه عن التفكك المستمر للاتحاد الأوروبي وابتعاد بريطانيا عن الاتحاد والاختلافات الجوهرية بين الأعضاء المؤسسين حول إدارة ملف اللاجئين وقوانين التصدي للإرهاب والخلاصة فإن تقارير وتوقعات أتالي تزيد حالة القلق لدى عدد كبير من الخبراء المتفهمين لما ستأول إليه الأوضاع وإن كانت كل المعطيات المطروحة تشير إلى أن العالم وفرنسا في طور مخاض عسير للسياسات جديدة تأتي على أنقاض السياسات المعمول بها حاليا فالسياسة المتبعة في كل الدول سواء كانت متقدمة أو متخلفة تقضع لقواعد قانون العولمة فالبعد الاقتصادي وهو البعد القيادي نظرا لقيادته لأسس التغيير في العولمة ويتم من خلال الاندماج الشامل للاقتصاديات العالمية المفتوحة على بعضها البعض وحرية التجارة الدولية التي تفضي إلى انسياب السلع والخدمات وظهور الشركات المتعددة الجنسيات والعابرة للقارات كقوة عالمية فائقة النفوذ وما يسود العالم من اتجاه نحو تحرير وتيسير حركة الأشخاص والمعلومات والأفكار والسلع والأموال بين الدول على نطاق عالمي وتقوية الترابط والاعتماد المتبادل بل التجانس والتوحد بين تلك الدول بما قد يفضي إلى ظهور ما يسمى بالمجتمع الدولي المتشابك الذي تزول فيه الحدود وتنهار الحواجز بمختلف أنواعها ويكون فيه التفوق والغلبة وربما البقاء للأقوى وإذا كان نشوء الأزمات الدولية هو بسبب وجود قصور في التفاعل الدولي داخل النسق العام أو أي نسق تحتي فإن هذا القصور قد يؤدي إلى تفاقم هذه الأزمة إلى حد الحرب كما حدث في أزمة 1914 والتي كان من نتائجها وقوع الحرب العالمية الأولى والمتتبع للأحداث يلاحظ بأن العالم في ظل الثورة المعلوماتية بات قرية يسهل فيها على الفرد مقارنة نظامه السياسي ببقية النظم السياسية في العالم وأصبح الإصلاح السياسي وسيلة ضغط سياسي بل واقتصادي تمارسها بعض الدول الكبرى لهز الثقة بين الشعب والحكام وصدع العلاقة بين الطرفين ومن المفارقة العجيبة أن شيوع وانتشار ظاهرة العالم ارتبط بظهور أفكار وشعارات ومبادئ جديدة تقوم على انهيار الحدود وسقوط الحواجز وترسيخ سمات القرية الكونية الجديدة وتقريب المسافات ونشر عبر وسائل الإعلام والاتصال الحديثة قيما إنسانية جديدة كتحقيق الأمن والسلم والاستقرار في العالم وتعميم الديمقراطية الليبرالية والتسامح والدفاع عن حقوق الإنسان المختلفة أينما كان والاعتراف بهوية الآخر وثقافته ودينه من جهة والتكامل والاتحاد والتحام الشعوب على اختلاف ألوانها ولغاتها وثقافاتها من جهة أخرى لكن العولمة لم تتوانى عن كشف الوجه الحقيقي لها وذلك بتزامنها مع بروز ظاهرة التفكك والتشضي والحروب الأهلية ذات الطابع العرقي أو الطائفي وتصاعد قوى اليمين المتطرف في المجتمعات الغربية وانتشار الإرهاب الدولي وزيادة معدلات الجريمة المنظمة وتعدد أشكالها ومظاهرها وانهيار اقتصاديات معظم دول العالم وانتشار الفقر وتزايد معدلات البطالة وتعميق الهوة ما بين سكان الجنوب وسكان الشمال أو بين سكان الدول المتقدمة والدول المتخلفة إلى أبعد الحدود وفي جميع المجالات مما أند إلى استفحال ظاهرة العنف واتساع رقعتها وتعدد مظاهرها وأن الواقع المعيش الذي تتميز به شعوبا كثيرة متقدمة منها ومتخلفة على السواء يكشف لا محالة عن الوجه الآخر للعولمة كفلسفة في الحياة وكمنهج في العمل غايتها إنقاذ البشرية من التناقضات التي تتميز بها بنية النظام العالمي الحالي وذلك لأن صورا جديدة من العنف أضيفت لظاهرة قديمة وهي ظاهرة العنف وهي مرتبطة أصلا بقيم الحضارة الجديدة التي تسعى الدول المتقدمة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية إلى ترسيخها أو بالأحرى فرضها على البشرية قاطبة ووفقا للمعد السياسي وهو البعد الارتباطي الذي يعتبر في جوهره مرحلة تطورية لاحقة مرتبطة ارتباطا وثيقا بالاقتصاد بحيث لا يمكن أن يقوم دعم أو تعاون اقتصادي بغير توجيه سياسي وذلك من خلال دخول البشرية مرحلة سياسية جديدة يتم فيها تقليص الحدود السياسية وانتقال التشريعات والقرارات السياسية عبر الدول والقارات بأقل قدر من القيود أو الضوابط متجاوزة بذلك حدود الدولة وهذا يعني سقوط الشمولية وتلاشئ الدولة القومية والنزوع نحو تحقيق الديمقراطية السياسية واحترام حقوق الإنسان وفيما يخص البعد الثقافي فيبرز لنا من خلال طرح فكرة الإنسان العالمي أو بالأحرى المعولم الذي يتخلى عن فكرة الذات والحدود والوطن والانتماء متأثرا بذلك بشكل ومضمون الجانب الاقتصادي للعولمة وهذا من شأنه أن يساهم في خلق ثقافة عالمية جديدة تحوي منظومة من القيم والمعايير والعادات والتقاليد العالمية من خلال تلاقح وتمازج مختلف الثقافات المحلية وبالتالي فالعولمة مصطلح مقاسي ستاندرد يشير إلى عملية متشابكة الأبعاد تهدف إلى دمج المجتمعات والثقافات والأفراد في سوق عالمية واحدة في إطار النظام الرأسمالي وقد أدت عملية تشابك هذه الأبعاد كافة وتداخل بعضها في بعض إلى صعوبة تقديم مفهوم واحد سواء كان نظريا أم تطبيقيا ومن ثم لا يمكن الحديث عن مفهوم سياسي للعولمة دون تدخل البعد الاقتصادي ولا يمكن الحديث عن المفهوم الاقتصادي دون الأخذ بعين الاعتبار علاقته بالمفهوم الاجتماعي والثقافي وهذا ما يسمى بالتفسير التكاملي لظاهرة العولمة فحالة الصراع التي يعيشها العالم في ظل العولمة بين تكتلات دولية معينة مع تكتلات دولية أخرى أو ما بين الدول المنضوية تحت التكتل الواحد نفسها يجعل العالم معرضا لمفاجآت قد لا يتوقعها البعض أو يظن أن حدوثها لن يجلب عليه الضرر في حين أن النظام العالمي الحديث الذي تسعى القوى الكبرى لإكمال تشكيله لن يكون هناك فيه من يعتقد أنه في منأة عن التأثر به وإن الحروب التي يعيشها العالم الآن في أفغانستان والعراق وفلسطين والسودان وغيرها تمثل أقصى وأقسى نتائج هذا الصراع الذي يعيشه عالمنا اليوم إنما تفرزه هذه الحروب اليوم من أزمات إنسانية واقتصادية وسياسية واجتماعية لن يكون تأثيرها محصورا على موقع حصولها بل ستتجاوز تأثيراتها الحدود الجغرافية المكانية لتصل إلى أقصى مكان ويمكن القول بأن فرنسا هي الضحية الثانية للعولمة بعد اليونان ورغم مرور أسابيع على احتجاجات السترات الصفراء إلا أنها عادت وتوهجت من جديد في السبت الموافق للتاسع من شهر فيفري فبراير 2019 يبدو أنها ستتواصل لحد دخول الدولة في حوار جديا مع شعبها وتخليها عن مناصرة الطبقة الغنية على حساب الطبقة الفقيرة والدفاع عن حقوق الأغلبية المقهورة في ظل العولمة فقد فشلت الحكومة الفرنسية الحالية وحتى سابقاتها في بناء علاقة جدية وعمقة مع شعبها وإن نجحت في توفير مستلزمات الحياة الأساسية نتيجة نهبها المتواصل لثروات الدول الأفريقية إلا أنها قد فشلت في بناء مستلزمات الحضارة للنهوض والتقدم والرقي ويكفي هنا مقارنتها بجارتها ألمانيا التي خرجت منهكة ومعدمة إلا أنها استطاعت النهوض بإمكانياتها الذاتية والتقدم إلا أن فرنسا مهددة بالانهيار التام بمجرد أن تصحو الشعوب الأفريقية وتنتفض ضد الحكام المنصبة من قبل فرنسا وتمنع نهب خيراتها فقد غاب الحوار الحقيقي بين فرنسا ودول البحر المتوسط أو بالأحرى مستعمراتها فلا تعني العلاقات الدولية فقط العلاقات ما بين الدول بل هي أيضا علاقات ما بين الشعوب من بلد لبلد أو حتى في الدولة الواحدة ما بين أقلية وأكثرية أو مدينة وأخرى إن سقوط الاتحاد السوفيتي وانتهاء الحرب الباردة وكذلك سقوط جدار برلين كانا غير متوقعين من قبل رجال السياسة في ذلك الوقت وفعلا أحدثت نهاية الحرب الباردة هزات عنيفة مست مستويات متعددة في السياسة الدولية سواء على مستوى عالم الأفكار العالم النظري أو على مستوى عالم الوقائع العالم الحقيقي وأدت الطريقة المفاجئة لسقوط الاتحاد السوفيتي وتفكك المنظومة الاشتراكية إلى تداعيات متباينة مست الجانب البنيوي للمجتمعات فعلى مستوى النظام الدولي نجد انتقال العالم من النمط الاستقطابي الثنائي الصلب إلى نمط الأحادية القطبية وإن كانت انتقالية ذات الدلالات المتباينة رسخت أقدامها مجموعة من الأطروحات الأكاديمية النظرية لعل أبرزها ما جاء به المنظر الأمريكي الشهير فرانسيس فوكوياما في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير مقرا بأن المجتمع الإنساني ورد أخيرا صيغته النهائية لنمط الحياة متمثلة في اللبرالية الغربية وأن المجتمع البشري لن يكون بعد هذا المنعرج في حاجة إلى نمط جديد من الأفكار فالليبرالية الغربية تمثل أعلى مراحل الطموح الإنساني ولم تكد تخمد الزوبعة التي أطلقها فوكوياما حتى شهد عالم الأفكار بروز زوبعة أشد إثارة للجدل من الأولى لأستاذ الدراسات الاستراتيجية سامويل هينتينكتون فيما يسمى بنظرية صدام الحضارات حيث ذكر في كتابه صدام الحضارات وإعادة تشكيل النظام الدولي أن فوكوياما كان متسرعا في أطروحته وأن عجلة التاريخ لم تنتهي بعد والعالم لا يزال متجها صوب الأمام فالنزاعات الإثنية والحركات الانفصالية وصعود دور الدين وتأثيره في العلاقات الدولية بعد تفكك المنظومة السوفيتية في مناطق كالبلقان والقوقاز وشرق أوروبا وأيضا أفريقيا تثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الصيغة الليبرالية التي بلورها فوكوياما لن تكون بأي حال من الأحوال انتهاءا للفكر البشري في حاجاته النهائية ولم تكن هذه النظريات والأفكار الأكاديمية منفصلة عن الاستراتيجية الأمريكية الكبرى في عالم ما بعد الحرب الباردة فالحاجة الأمريكية لتثبيت أقدام النظام الدولي الجديد استدعت مثل هذا النمط من الأفكار كما أن الحاجة إلى عدو جديد يحل محل الاتحاد السوفيتي ويبرر التدخل الأمريكي ذات الصوت الأكثر تأثيرا داخل الدوائر الرسمية أو الفكرية أينما تطلبت شرعية فكرية معينة يمنحها الأكاديميون بما يذكر بالمقولة الشهيرة لرائد المدرسة النقدية البريطانية روبرت كوكس أن النظرية دائما ما تأتي لشيء ما ولأجل شخص ما فقد كان الفيلسوف الأمريكي فوكوياما مخطئا عندما تصور في كتابه نهاية التاريخ والإنسان الأخير أن التاريخ قد توقف عند النموذج الديمقراطي الليبرالي الرأسمالي الأمريكي على وجه الخصوص وأن العقل البشري وصل إلى أقصى تطوره مع ذلك النظام وأن الإنسان الأخير الذي يتمثل في الرجل الأمريكي وأنه هو الذي سوف يسيطر على العالم ويفرض قيمه عليه غير أن فوكوياما لم يكن يتوقع أن فيروسا لا يرى ربما ينهي تاريخ النظام الرأسمالي المتوحش وجعل الكوبوي الأمريكي هو الأخير فعلا في حلبة السباق التي تتصدرها الصين وروسيا وفي نفس السياق اعتبر الأستاذ محمد صبرة الخبير في الشأن القانوني والسياسي أن الجائحة الصحية في الدول المتقدمة تكنولوجيا وضعت الديمقراطية الليبرالية في مواجهة مع النفس لتراجع ونيتها السياسية بناء على العديد من المعطيات المتجسدة والمؤثرة إلى حد الإنقلاب على الذات مشيرا إلى أن تفشي فيروس كورونا كشف عن عمق الأزمة الكامنة داخل الفكر الديمقراطي الليبرالي من حيث الدولة في النموذج الغربي التي انتقلت من الدولة الحارسة كما أنتجها القرن الثامن عشر والتاسع عشر إلى دولة الرعاية التي ظهرت في أعقاب الحرب العالمية الثانية لكن ضرورات التصدي لانتشار الفيروس اليوم أدت إلى عودة المفهوم التقليدي للدول التي تحتكر قوة القهر والإجبار وهو الأمر الذي لا شك ستكون له تداعيات أساسية في المستقبل كجزء أساسيا من الأسئلة الكبرى التي بدأت منذ مطلع هذه الألفية وتتمحور حول إعادة تعريف دور الدولة وآليات تدخلها في المجتمع وفي اللحظة باتت الولايات المتحدة تكافح الفيروس على أرضها يقول محللون إن الصين تحاول الإسراع في إعادة تموضعها كزعيم عالميا مديل وذكرت مارينا رودياك الخبيرة في المساعدات الخارجية الصينية في جامعة هيدلبرغ يوفر فشل حكومة الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب في تقديم أي استجابة دولية ذات معنى وانشغالات الاتحاد الأوربي بالاستجابة المحلية فرصة فريدة لحكومة الصين لاستغلال هذا الوضع علما بأنه قبل عشرين عاما تقريبا أصبحت الدراسات في العلاقات الدولية تركز ليس فقط على السياسة بل على فهم الشعوب والتاريخ لمعرفة طرق قيادة الشعوب والمؤسسات الخاصة والعامة فمثلا قامت شركة مكدونالدز بحملة إعلانية ناجحة في كل دول العالم عن وجبة سريعة بوجه ناصع البيض وهذه الحملة تم تحديها من قبل مدراء التسويق ولكن عندما وصلت الحملة الإعلانية لليابان تعرضت للفشل بشكل كبير لأن الوجه الأبيض الناصع البيض في اليابان يمثل الموت مما جعل أسهم مكدونالدز في اليابان تنزل إلى أدنى مستوياتها فهذه الأخطاء التي ترتكبها المؤسسات عن طريق مدراء التسويق وغيرهم من المسؤولين وبسبب عدم معرفتهم بالعلاقات الدولية وبثقافات الشعوب قد تسبب أحيانا مشاكل كبيرة للمؤسسات بل قد تصل إلى القطيعة الدولية إن لم تتحول إلى حروب عند بعض الدول فقد فشل فوكوياما في تنظيره لأنه لم يفهم الشعوب التي أسقط تنظيره عليها وفوكوياما نفسه قالها قبل مدة قصيرة منذ حوالي سنة أنه أخطأ التقدير وهذا هو خطأ النظام الليبرالي الذي لا زال يتعامل مع شعوب الأرض على أنهم أعلنوا إن صياعهم التام والمواطن الفرنسي الذي خرج للاحتجاج على غلاء المعيشة ورفضه إعفاء الأغنياء من الضريبة هو ضحية من ضمن ضحايا النظام الليبرالي الذي أصبح يتحكم أيضا في المجال السياسي من خلال القانون الانتخابي الذي كان ولا زال السلم الأضمن للوصول إلى الحكم باسم الاستحقاق الانتخابي وفقا لصحيفة The Times فإن المتطرفين الذين يقفون خلف أغلب أحداث العنف التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس يسعون لتحويل الاحتجاجات على زيادة الضرائب إلى ثورة متفجرة كاملة مؤكدة أن المنشورات التي حصلت عليها تظهر أن جماعات اليمين المتشدد تريد استخدام تفجل الغضب الشعبي ضد الرئيس ماكرون للإطاحة بالنظام بأكمله وليس فقط استقالة الرئيس ولفتت الصحيفة إلى أن حوالي 300 من المسلحين المنتمين إلى اليمين المتشدد كانوا حاضرين في المظاهرات التي تحولت إلى أسوأ أحداث شغب شهدتها باريس منذ عام 1968 وانضم إليها عدة مئات من النشطاء اليساريين وهم يقيمون الحواجز ويشعرون النيران بالسيارات والمباني ويهاجمون الشرطة فالعالم الغربي مدعوا إلى إعادة ضبط معارفه ومداركه المعتادة والقياسية عن الباردجم الأوروبي للنظم الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان وغيرها الذي يشكل نواة الصلبة لما يسمى بالعالم الحر لكي يكون بمقدوره سماع عبارات جديدة لم يعهدها مثل أن الحكومة الأوروبية في ظل الاتحاد الأوروبي حرمت الشعوب الأوروبية من التعبير عن إرادتها وأن أوروبا باتت سجينة منظومة أحالية تحرم الشعوب من التعبير وأنه بسبب الاتحاد الأوروبي باتت سيادة الدول الأوروبية مخترقة من قبل الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى سيطرة وتبعية فرنسا للاتحاد الأوروبي وانحيازها إلى الولايات المتحدة الأمريكية فهناك شرخ بين الشعب الفرنسي وسياسيه وأن الساسة الفرنسيين باتوا يحتقرون الشعب الفرنسي بما يتعارض بل يتناقض مع ارتهاد تاريخي في الحقوق والحريات وفي هذا الصدد صرح الناشط الثوري الفرنسي جان مارك رويان فإن أزمة السيطرة مستفحلة سيحاول اليمين المتطرف استغلال الحركة لكن بعض مواقفه تتعارض مع مطالبها الرئيسية كرفع الحد الأدنى للأجور ليس لدى اليمين المتطرف حلول يقدمها إلى هذه الجمعة أعتقد أن أطرافا داخل الحركة ستعمل على تحويلها إلى قوة سياسية قادرة حتى على المشاركة في الانتخابات بعيدا عن محاولات الاستغلال من الجهات السياسية الموجودة حاليا لكن الأمر ليس سهلا الحركة معقدة للدرجة كفيرة بإفشال محاولات استغلالها أو احتوائها إن لم تتراجع الحكومة فإن الحركة بتعقيداتها وتناقضاتها الكبرى ستتجه نحو المزيد من الجذرية في رفضها ومعارضتها النيوليبرالية وجميع السياسات التي أدت إلى إفراغ الديمقراطية من مضامينها في الدول الأوروبية هذه الحركة تسمح بإعطاء معنى جديد للتاريخ وهو مقاومة النيوليبرالية والرأسمالية عامة يؤكد البعض أن الاحتجاجات التي نظمتها حركة السترات الصفراء والتي تتهمها الحكومة بتبني مخططا تخريبيا تقودها أحزاب اليمين المتطرف ومن مقدمتها الحركة الوطنية بقيادة مارين لوبان المرشحة الخاسرة في الانتخابات الأخيرة وأن لها اليد في تأجيج المحتجين في العاصمة الفرنسية وفي مدن أخرى وقد اختلفت التوقعات حول مستقبل احتجاجات السترات الصفراء ومن بين الآراء اللافتة قراءة المفكر إدكار موران الذي يتوقع انحسار وتشتت حركة السترات الصفراء في فرنسا وفي نفس الوقت ضعف ماكرون إلا في حالة إنجازها تحولا ذاتيا والأهم توقع موران تقدم اليمين المتطرف ويدفعه ذلك للقول أن إشارات العام 2019 مقلقة جدا وبالطبع ليس من الضروري أن تكون هذه المقارنة دقيقة تتحقق على أرض الواقع وبالفعل من الصعب توقع مستقبل الحراك على ضوء تطور مساره وتكشف تظاهرات السترات الصفراء عن مجموعة من الدلالات يتمثل أبرزها في إخفاق السياسات التقشفية التقليدية التي يتم تبنيها لتجاوز المشكلات الاقتصادية وهو ما يمثل انتصارا رمزيا لليمين المتطرف هذا وقد سبق وأن اتهم وزير الداخلية كريستوف كاستانير زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان بتأجيج الاحتجاجات في العاصمة وقال اليمين المتطرف محتشد ويقيم حواجز في شانزيلزي الشرطة تحقق تقدما في تحييدهم ودفعهم للتراجع وردت لوبان في تغريدة على تويتر بالقول إنها تساءلت عن سبب عدم السماح بالاحتجاج في المنطقة وأضافت اليوم السيد كاستانير يستغل هذا لاستهداف هذا أمر وضيع ومضلل اشتركوا في القناة